موسيقى موسيقى مرحبا المتفي بتطلق بالتعاون مع التافقام برنامج جديد اسمه تيلي شوفينج رح يطلطي لشوفينج كل يوم عليكن بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوا وين مكان وبالأسواء اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطربة كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية مع إمكانية الرد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستيلان من خلال الليبن باست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا عال 81-218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبو أو مفروشاتو أو حتى سجاداتو نضاف ومرتبين هلأ مع الديتاش إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهنيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى الباعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع ديتاش إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشه لأنه بيجي معهم رشة هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس متل ما اسمها بيدل ديتاش الديتاش بتشيل البقعة وبيصرعة كتير كبيرة ديتاش إكسبرس فينا نستعملو للموكات للتياب للشراشف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بتكن بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشوا هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الإشاة يلي بتبقوا عادة ما بتروح بسهولة هالأسد البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدنا تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفه على الشاشة وبنترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفه النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعمل للقماشي رقيق متل الحرير أو القماشي اللي كتير ديليكا إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان متل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف ديتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبدا حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع تصلوا هالأ فينا على 81-218 ألف اشتروا ديتاش إكسبرس بس بـ 50 دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغرة وبـ 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بانبوست اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديوية جديدة من تيلي شوپنج بالتعاون مع التأفقان كل هالبروديات عم نجيب عن حضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأزواء بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بدوا اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتها نطلع من عند الكوفير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بيسالونات الكوفير كل يوم في غدا أو عشا بلبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتير عنا والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبة ومظهرة الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكله مرتب اليوم ومع فرشاية إنستايلر لينالك الحل شو ما كانت نوعية شعرك ليس فريزام نوبر وقدما كان طوله قصير طويل متل شعري نص نص إنستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي وقت رح توفري مصاري والنتيجة زيتا متل عند الكوافر حلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوافرية لأنه شغل راح يخف بس هيد الحية كل صبية أو سيدة صارت هي الكوافر معنا بسدوا ثلاث صبايا هاي صبايا ما أهضم كون قاعدين تمليس كم تحبوا الليس ستيسي كم تحب شعرك يكون الليس انت شعرك شكله وبينوبر مضبوط كثير بعزبني شعرك قد ما بيضال منوبر إنستايلر هي الحال ومضبوط مش غلط أبدا مودي الفرشاية عادة لك باتي شو سريعة لا راح خبريني أنت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية أنا شعري فريزي أنت شعرك طالع من الحمام هالقد فيه تعجي أنا مثلا رحت عند الكوافر تيسير هالقد فيه تعجي لا لا هو فيه تعجي يعني فريزي سوف أريد انستايلر أكيد أنه منتعرض كتير للغسيل بجروم على ثلاث أربعة تيام فأنه مش براتيك نروح عند الكوافر باتي أنت شعرك أطول شعر بس أنه مقلعة أنا حبيت أكتر شي لأنه براتيك أنا رح أترككم تكملوا شعراتكم لأنه بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشاية براتيك إنستايلر وسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنتي مثل ما سمعته من باتي تاخديها معيك إذا كانت بالبيت بتجم رحتي على البحر سفرتي يعني عن جد إلنا كثير سهلة صار معيك سالون متنقل إنستايلر ما بتحرق أبدا الشعر ولا بتأصفه يعني بتحافز على نوعيته متل ما كلنا منحب لأنه حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا أبدا يمكن تلاقوا على نسق إنستايلر بالسوق متل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش متلى أبدا الرقم قدامكم على الشاشة واحدة وثمانين ميتين وثمانتعشر ألف خدوا موبايلكم هلا وتصلوا فينا لتحصلوا على إنستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبحيالة منطقة عم تحضرونا بثمانة واربعين ساعة بس تصلكم إنستايلر عنص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبان بوست ري عرفكن اليوم عالكراب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكريب صبع عالترويقة عالغدا عالعشا ديسير سناك يامي قطيبشي الكريب هلا ناس بتحب كريب صالي وناس بتحب كريب سكري وفي ناس متلى بيحبو اثنين كريب بارفات متل ما اسمها بيدل تطلع معك الكريب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان ما في لزوم تكون شاف أو ست بيت شاطرة صار فيك أنت مسير تعمل كريب للولاد أو الولاد هن يعملوا كريب لأهلن هالمقلة ما بعرف إذا فيه سميها مقلة بس هي أكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة أوريجينال سموها متل ما بدكن شكلها جديد مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها قد ما قال لكم عنا غير ما استعملها قدامكم راح نجرب أصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها بيضوي منحط عجينة الكريب مننطر شي خمس سوانة أوكي ومنقلبها مندون ما نحط ولا زيت هيكوا شو حلوة مندون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدام يضروا للصحة وقدام بالمقلة منقعة ساعة منعملها لتطلع مرتبة بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بسوان بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق على كريب إذا فيك بس إذا انصحتوا ما تحطوا الحق علي أهيان شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك ما تصرف كهرباء لأنها وفيرة الكواليتي تبعها طوب ولا تصير عندكن بمطبخكن تتصلوا هلا على الرقم يلي عم يقطع على شاشة واحدة وتمانين ميتان وثمانتعشر ألف وطلبوا هالكريب بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتوا بلبنان عم تحضرونا وبثمانة واربعين ساعة بس من دون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست بتحصلوا على الكريب برفيت وألف صحتين هلا خليني جرب قلبها أنا وهون إذا بعض عندي وقت هلا هول الكريبات بصراحة عملناهون قبل ما نطلع على الهواء ما رح زعبر أكلنا منون بس إنه طالع بالي إنه خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيد العجينة قدامكن ان دو ليكوا بأي سهولة قدرنا نقلبها هلا بهالطريق أول ما نقلبها هلا فيكن تحطو هي وصخنة لأن هون كأنه مثل المقلب بتحطو الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطو الشوكولات والبانان بتصوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين بتقلبوها على الصحن أوكي أوكي آن دو وليكوا بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة وراءة تانية ما نحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة آن دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشاهي كل يوم بروديوية جديدة نقينها خصيصا لضرد كل أزواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوپنج أكيد بالتعاون مع تافأة إلى اللقاء